مساء الخير كيف حالكم يا رب تكونوا في احسن حال اليوم عازمي اهلي على اكل هندي بس جوا البيت الطبق هذا من اشهر الاطباق الهندي ومن اكتر الاطباق اللي انا بموت فيها دايما لما اروح على اي مطعم هندي لازم اطلب هذا الطبق بالاول وبعدين بفكر ايش الاصناف الثاني اللي بدي اطلبها الطبق هذا فيه شوية خطوات بتاعبنا شوي بس بيستاهل كل التعب بدنا نعمل دجاج بالزبدة او دجاج مكني او دجاج مخاني كلها نفس التسميات طبق كتير زاكي الفيديو هاد متصور قبل رمضان وهلأ اجا وقته بالمنتاج اضغط اللايك وادخلي معاي على الفيديو نشوف الطريقة هلأ احنا قبل بيوم بدي اجهز الدجاج علشان انقعه واتركه في التتبيه لأطول وقت ممكن عندي دجاج مسحب صدور واوراك زي ما انتو بدكم وبيدي اقطحو مكعبات كل ما كانت المكعبات اصغر كل ما كان الدجاج اطرة وكل ما كانت اسهل بالاكل بس زي ما انتو بدكم هلأ اجا تسميت هذا الطبق دجاج بالزبدة من انه هو دجاج اه مسحب بننقعه بتتبيله وبنشويه او بنشوحه اه على النار بعدين بنطبخه في يخنة مكونة من خضار وكمية كبيرة من الزبدة وكمية كبيرة من الكريمة يعني هلأ رح تشوفوا معاي ما شاء الله حنستخدم كمية كبيرة لانه احنا اصلا ما شاء الله في عدد كبير من الاشخاص بدو ياكلوا وبنفس الوقت اصلا هاي الاكل اصولها كمية كبيرة من الزبدة وكمية كبيرة من الكريمة طيب انا حوالي تقريبا 2 كيلو ونص استخدمت من الدجاج لمسحب زي ما قلتلكم استخدموا الكمية اللي بيتكم اياها قطعناه عشان نجازه للتتبيل خلونا نبدأ بتتبيلة الدجاج عن جدال التتبيلة بتشهي اول اشي حطيت معلقة من الكركم ما تكترو من الكركم بعدين اه حطيت معلقة صغيرة من الكزبراء المطحونة وممكن تحطوا معلقة صغيرة من الكمون بس بصراحة انا ما بحبوا بحسوا بخرب الطعمة بعدين عندي معلقتين كبار مليانين من بهارات مشكلة هندية اللي هي القرم مسالة اه رح اتلاقوها موجودة بكل مكان صارت انا جبتها من الريحان واذا ما مش موجودة عندكم ما في اي مشكلة استخدم الابهارات المشكلة العادية لانها كتير قريبة منها بس فيها شوية اضافات بعدين حطيت معلقتين اه او تلات كبار مليانين من توم مطحون وبعدين حطيت معلقتين كبار من اه معجون الزنجبيل انا اشتريت الجاهز او اذا انتو عندكم اه موجود بتبشروا الزنجبيل بالمبشرة النعمة وبتستخدموه بعدين حطيت اه معلقة كبيرة مليانة من اه هريسة الشطة او صوس الشطة او اذا عندكم شطة بودرة ورح احط هون عصير ليمونة شغلة كتير مهمة حابي اني احكيها انا هون حطيت كمية كبيرة من الابهارات لانه ما شاء الله عندي كمية كبيرة من الدجاج بس انتو لا تستخدموا هاي الكميات اوكي حاولوا تقدروا الكمية المناسبة حسب كمية الدجاج حطينا اه عصير ليمونة كبيرة وتلات او اربع معالق من اللبن اللي هو الزبادي وبعدين رح نحط اشي اسمه اوراق حلبة خضرة مجففة باكستانية هاي هي عبارة عن اوراق الحلبة مجففينها وهاي اساسية بالاكل الهندي اذا مش موجودة عندكم يا اما بتلغوها يا اما بتستخدموا الحلبة العادية الحب بتطحنوها وبتحطوها اه على الدجاج طبعا الفرق بينها وبين الحلبة العادية هديك حب وهاي اوراق الحلبة بتكون هاي طعمتها اخف وريحتها اخف وعفكرة كتير زاكي وبتعمل فرق كتير كبير مش موجودة ما في مشكلة اه لغوها واذا طبعا موجودة اكيد بتستخدموها هلا كمان ما رح احط اه ملح على الدجاج بدي اتركو منقوع بدون ملح وتاني يوم لما اطبخو او اه اشوي رح احط عليه الملح وفي شغلة مهمة برضو انه بالنسبة لكمية الليمون واللبن ما بدنا نكتر هدفنا بس انه يطلع معانا الدجاج طريق ما بدنا نغرق الدجاج باللبن او نغرق الدجاج بالليمون ما بدي ايا ابدا الدجاج يطلع عندي حامض وهلا بدي ابدأ بمكونات الصلصة اللي رح انطبخ فيها الدجاج بلشت فيها بالليل وكان تاني يوم سهل علي هيك اجمع المكونات مع بعض زي ما قلت لكم هي بتحتاج خطوات وشوية مجهود بس طيبة وبتستاهل وهيك مناسبة لللمات للجمعات العائلية عن جد كتير زكية اول اشي بدي اقطع البصل انا هون عم بقطع الخضار خشن لاني بدي اطحن كل شي بالاخير بدي اطحن كل شي واصفيه كمان علشان تطلع الصلصة نعمة لو انتو ما بدكم اتصفوها وما بدكم ياها نعمة كتير لازم تفرموا الخضار من الاول نعمة كتير علشان تطلع معاكم الصلصة اصلا نعمة ازا ما بدكم تصفوها طيب لنفرض انه انت عاملة طبخة لخمس ست اشخاص بتجيبي بصلتين وعليهم خمس او ست حبات بندورة كبيرة طبعا انا هون عاملة كمية اكبر من هيك بكتير طيب قطعت البصل خشن بصل احمر وبصل ابيض وجبت حبات البندورة وتركت القشر عليهم لاني بدي اطحنه واصفي بالاخير هلأ بدي اضيف عليهم شوية من التومة وشوية من معجون الزنجبيل رح نستخدمه كمان مرة ما عندكم زنجبيل طازة بتستخدموا زنجبيل بودرة ولاني بحب اعمل كل شي على اصوله وكان هذا الاشي متوفر عندي رح استخدم وهم بيحطوا فيها الكاجو وصراحة انا كان عندي متوفر الكاجو هي اصولها هيك لا تستغربوا من هاي الاضافة هم بيضوفوا المكسرات باكلهم بكمية كبيرة لانه هاي الاشياء مزروعة عندهم بالهند بكثرة هلأ بدي ابدأ اطبخ بمكونات الصلصة حطيت شوية زيت ومعاهم شوية زبدة طبعا كميات الزبدة الكبيرة اللي قلتلكم عنها باول الفيديو لسه جاي على الطريق فاستنوا علينا شوي نحن نحط البصل بالبندورة يتدبلوا وانا هون ناوي احط كل الخضار مع بعض حتى مع الكاجو يتدبلوا مرة واحدة وهيك بنكون اختصرنا على حالنا وقت طويل مش ضروري انه كل كل مكون احنا نضيفه لحاله لا انا هون بصراحة يعني زي ما قلتلكم اطعت خشم وحطيتهم مرة واحدة على النار علشان لسه في خطوات تانية جاي اه بدها شغل هلأ البصل اه والبندورة بلشوا يتدبلوا شوي رح اضيف عليهم الزنجبيل وراح اضيف عليهم التومي اه والتومي انا تركتها صحيحة بس بامكانكم انكم اتقطعوها وراح احط عليهم الكاجو الكاجو احيانا بينقعوا بالماء بعدين بيتحنوا بالخلاط بصير هيكي متل الحليب بس كمان في ناس بتحطهم متل ما انا عملت هيك صحيح هلأ رح احط كمية من المي واترك الخضار تستوي على الاخر واطفي عليها النار علشان بكري اكمل الخطوات لقى الدجاج انتقى عندي لليلة كاملة فردته بصنية فرن وحطيت تحتي ورق قصدير انتوا استخدم ورق زبدي انا ما كان عندي وضروري كتير انكم اتملحوا الدجاج لانه ما حطينا ملح لما نقعنا وطبعا انا كالعادي نسيت بس ماشا الحال معاي بدنا انحطه بالفرن على درجة حرارة عالية بين ما يستوي بص ضروري جدا ما بنايا ياخد لون ولا يتحمر علشان لسه بدنا انكمل طبخه فبنايا يضل طريق لبعدين هاي الحركة انا بعملها اختصار للوقت بدل ما اني اجيب مقلاية واقعد اشوح بالدجاج وحتى بجوز ينشف مني وهلأ رح نيجي للخطوة اللي شوية بتغلب شوية بتاخد وقت بس بصراحة بتستاهل كل التعب بدنا نحط الخضار بالخلاط الياخن اللي عملناها بالليل وبعدين اه بدنا نطحنها كتير منيح بدكم تطولوا في هاي الخطوة اوكي بدكم تستنوا على الخلاط وتطولوا بهاي الخطوة لانه حتى المزيج اللي رح يطلع معانا كثيف بدنا نصفي وكمان رح تكون اه تصفيته صعبه هلأ بتشوفوا معاي هنا اه طولت بالي على الخلاط وخلطت المكونات كتير منيح شوفوا قديش السائل اللي طالع معاي كثيف فلازم يتصفى فانا بعض اصفي فيه والناتج من هاي التصفى رح يكون عندي صلصة هيك ناعمة وسلسة ومن هون اجت تسمية هذا الطبق بدجاج مخاني او دجاج مكني يعني الدجاج بالسلصة المخملية او الصلصة الناعمة او صلصة الزبدة وهذا الناتج عندي بعد ما اه صفيت السلصة بالمصفاية طبعا هذا عبارة عن قشور البندورة والياف الزنجبيل وحتى شوي من بقايا الكاجو بدكم تتركوه بالسلصة انتو حرين بس هيك اصولها وكمان هو مزعج انه اه يضل يعني هاي خطوة عن جد بتستاهل يبقوا هلأ خلينا نكمل بدنا نحط عليها البهارات اوكي انا حبيت اعمل خطوات قدامكم هيكي على الطاولة رح نحط اه مرة تانية من البهارات الهندية وزا ما في بنحط بهارات مشكلة ورح احط اه شوية اه شطة شطة بودرة معجون شطة المتوفر عندكم وبدي احط كمان من الحلبة الخضرة اللي حكينا عنها ورح احط شوية ملح ورح اه واخلطهم المكونات مع بعض ولسه بدي اضيف اه شغلات تانية طبعا بحب اقولكم انه بالمطاعم بيجيبوا باكتات البهارات الجاهزة بكون مكتوب عليها دجاج بالزبدة وبخلطوها مع شوية كريمة مع شوية حليب وشوية زبدة وبحطوا عليها الدجاج اللي احيانا للأسف بيكون تقريبا بس كأنه مكعبات دجاج مسلوق وبس هذا هو الطبق اللي بتقدم في بعض المطاعم للأسف يعني شوفوا احنا كيف عملناه والاضافات اللي دفناها علي احنا عملناه على اصوله وهي الدجاج عندي استوى اه اخد معاي حوالي نص ساعة بس وحتى اخد شوية لون بس ما في مشكلة يضلوا طري ونزلت منه هيك كتير سوائل وكتير عصارة كليتها رح ناخدها ونحطها مباشرة وهي سخنة على الصلصة اللي عملناها هلأ بدنا نضيف اهم مكونين على الصلصة اللي هم اصول هاي الطبقة رح نضيف الكريمة والزبدة ضيفوا قد ما بدكم قد ما بدكم وبرحتكم انا هون يمكن حطيت حوالي اه اكتر من كوباي ونص من الكريمة لانه عندي ما شاء الله عشر اشخاص بدهم ياكلوا وحطيت حوالي مش عارف يمكن حوالي متين جرام من الزبدة عشان تطلع فيها طعمة الزبدة مزبوطة وبنحرك على النار ومش بس هيك هلأ ازا تضلت الصلصة معاكم كثيفة انتو حرين تضلها كثيفة او تخففوها زي ما بدكم كل ما بتبرب رح تكثف الصلصة اكثر بتقدر تخففوها بشوية مي بشوية حليب وفي ناس بضيفوا عليها لبن زبادي او يوغرت انا ما بدي اضيف ما بحب طعمة اللبن هلأ رح نعمل اه رز المسالة اللي بتقدم مع الاكل الهندي معلقة كبيرة من السمنة وحطيت عليها البهارات الحب معلقة كبيرة كمون بيعطينا طعم روعة ورق غار عود من القرف فقرن في الحبات من الهيل ورح ارش الملح وواضح اصلا من الفيديو انو كمية الملح للأسف كانت كتير كبيرة بنحط السمنة وبنحمص فيها البهارات تنو تطلع ريحتها بعدها بنحط الرز المسبتي والمي ما بتتخيلوا قديش هذا الرز طعمه كتير زاكي وبيلبق مع كل الاكل الهندي كان سكبت الاكل طبعا هو بيتزين برشات من الكزبرة الخضرة مع شريمن الكريمة اللي عندي ما بيحبه الكزبرة الخضرة في عدى بقدونس عامل حاله كزبرة والرز اه من عندي انا زينته بشوية اه كاجو مقلي اعطى طعم خطير واصلا هذا الرز لحاله طعمه بشهي والاشي اللي ما بنستغني عنه بالاكل الهندي اللي هو الخبز الهندي طبعا اه هذا الخبز الهندي البراتة الملفوف بالسمنة طبعا هذا انا عملته على القناة بفيديو لحاله مفصل رح وحط لكم اللينك في صندوق الوصف فما حبيت اصور طريقته علشان ما اطول عليكم بالفيديو هون تسكبت صحن صغير وكنت عم بصور وما بتتخيلوا كمية الناس اللي كانوا وقفين بالمطبخ واعدي انا بغز فيهم وانا باكل جربوا الوصف لانها بتستاهل بحطوا لايك للفيديو وبدي استنى اشوف تعليقاتكم اللطيفة لانه عن جد تعبت بهذا الفيديو اشوفكم في فيديوهات تاني جديدة باذن الله في امان الله